موسيقى نمستي معكم سوسي اليوم رح نقوم ببعض تمرين اليوغا بهدف تصحيح انحناء أو ميلان العمود الفقري أوقاتها الانحناء بيكون ظاهر بالرسم وأوقات ما ظاهر عندكم بس أعرضها بيكون ألم أسفل الظهر مع العمر بيزيد خصوصا إذا في حركات أو lifestyle خطأ التمرين رح يعمل توازن بين القسم اليمين والقسم اليسار للعمود الفقري وهيك بنحصل شوي شوي مع التمرين المستمر اليومي على منحل مشكلة انحناء الظهر أو ميلان الظهر خلنا نبلش ننتقل لوضعية cat cow في اليوغا ليني على الأربعة نحاول الإيدان يكونوا تحت الكتاف ومسافة الكتاف والركبتين ناخد مسافة الحود وفورا تحت مفصل الحود هيك غلط هيك غلط رح نوجع تمام الوقفة صحيحة كتير مهم ومنتنفس ناخد شهيق بهالشكل هاي صدر للأمام بروزه صدر للأمام دقن للأمام زافير بعطي تقوس للظهر إلى الأعلى بحيس يصير مثل حرف س وباخد الدقن لجوه برجع كمان شهير سافير آخر مرة شهير وبريح ننتقل للتمرين الثاني رح اتوازن اوكي تمد الإيد اليمين للأمام مد ونفس الوقت تمد ساق اليسار فإذا يمين والساق يسار عكس بعض كأننا عم نتفش شي بهالشكل هاي وخلي الرأبة على امتداد الظهر بهالشكل هاي شهيق زافير كوع للركب بقربه باجع هاي بده شوية توازن شهيق زافير آخر مرة شهيق زافير وبريح ننتقل للجهة الثاني بمد باليسار وبمد ساق اليمين وبتفش stretch them out as if you want to reach كأننا رح نوصل على الشي بلش شهيق زافير شهيق زافير أخذ شهيق وبريح تالت حركة رح أخذ رح أخذ شهيق وأعطي ميلان للجزع لناحية الحوت سراحس هون سراحس هون بالcontraction ضغط وراحس هون عكسه بالstretching شهيق تاني جهة زافير شهيق لما في مشكلة بالظهر رح يكون طرف فيها شد أكتر من طرف الثاني أنتو رح تكتشفوا أي طرف فيها الشد وطرف اللي فيها الشد رح طول أكتر رح ركز عليها أكتر سو نبلش في حال إذا بنزيد صعوبة الحركة بنرفع الإيد عمسنا والكتف مع كوع مسنية وبناخدها باتجاه الحوت ميلان باتجاه الحوت هيك زافير نرجعنا هون شهيق زافير بنحس الcontraction اللي عم بيصير بهالناحية والstretching اللي عم بيصير بالطرف الثاني كمان آخر مرة زافير شهيق ما رايح ننتقل للجهة الثانية بمثل الكوع عمسطو الكتف باخد شهيق زافير بقرب الكوع للحوت باجع شهيق زافير في حال إذا حسيت هالطرف فيها الشد بعمله أكتر كعد وبريح هلا راح ننتقل لبلة سنة وضعية التفض ببعد الركب عن بعض والأصابع الكبيرة بجيبون حط بعض وباجع شوي شوي للخار بعطي استطالة للدهر للعمود الفقري بهالشكل هاي قدمت أصابعي ننتقل نسحف شوي شوي لناحية اليمين باخد نفسين ثلاثة خمسة فينكن طول وقت ما بتكون بنتقل للوسط بنتقل للطرف التاني في حال إذا حسيت هالطرف فيها الشد أكتر بضل أكتر بعمل الحركة أكتر بركز أكتر بعطي استرخاء واستطالة لها الجانب هاي باجع للوسط بستلقي جانبا بحيس يكون الحوض والساقين عمستوى واحد في حال في صعوبة بالحركة فيني قسني شوي بس يفضل يكونوا على استقامة واحد أو أخذ الساق للفوق وشيبها للأمام بهالشكل ودائما حاول أرفع وبعد الكتف عن الدهان بهالشكل إذا بدي قدم أو صعب الحركة شوي باخد الساق للفوق باعتي ستريتشين كمان قومة للعيون ما برجع بالحوض للخلف تمام نعمل تاني جهة استقامة الجسم مع الحوض بحس فورا بالشد اللي عم يصير هالجانب التاني فيني دل هيك فيني أعمل هيك وفيني أعرب القدم وأعطي ستريتشين للصدر للأمام وتركيزي على الظهر السفلي باخد ثلاث أنفاس وبرئيه اتمنى ما نكون استفدتو وجربتو همي كانت ما كنسوسي نمستي اشتركوا في القناة